أستاذي، البعض يجادل الآن ويقول أن هذا الكلام أو أن مشروعكم الموجه للصفوة على أساس أن الصفوة هي قاطرة الأمة أو هي التي تقود الأمة أو الصفوة المثقفة هي التي تقود الأمة وتقطرها نحو التغيير أن هذا الكلام لا ينطبق في القرن الـ 21 في عصر الفردية الآن أصبح الأشخاص، يعني المفكرين تأثيرهم محدود جداً في عامة الناس والتغيير كما لاحظنا في ثورات الربيع العربي أن الأمة هي التي قامت بالتغيير وأن الصفوة هي التي تبعت الأمة، يعني الأمة تقدمت على الصفوة لذلك البعض يجادل بأن مثل هكذا مشاريعكم، مشروعكم الرائد أو المميز يجب أن يكون موجهاً للأمة بشكل عام لكي تتمكن أو لكي نهيئ البيئة اللازمة للتغيير طبعاً حينما يقول الصفوة لا يعني بأنها نخبة متعالية عن الأمة بالأكس شرط أن تكون من الصفوة أن تكون جماهر ممن تعبر عن قضايا العميقة للجماهر إن لم تكن تعمر لسا من الصفوة أبداً فمن شروط الصفوة الجماهيرية بمعنى تلتقط نبض الشعب وحاجاته النفسية ورغباته وتقوم بتركيبها في كل يال عندها وتعيدها من جديد لأن تنغرزها في المجتمع هذه هي النخبة، أنا لا أقصد بالنخبة تلك المتعالية في الأبراج فتتشكل من خلال ذلك الصفوة لأن الصفوة أبناء الأمة في النهاية ولكن ينولدون من داخل الأمة فلا يمكن أن نقول بأن الصفوة أولاً من مقارنة الربيع الديمقراطي لم تفجر هكذا الأمة بشكل خال لا، هناك الصفوة قادة التغيير لكن لم تكن تمتلك الوعي السياسي الراشد أما من الذي قادة التوراة؟ المتقفون، الشباب، السياسيون، الفنانون ولكن كان هناك قصور في الرؤية العامة لكيفية تحويل هذه الانفجار الذي وقع في الأمة تحويله إلى بعقل بارد بعقل بارد إلى مخطط لإنجاح أهدف التوراة عقل بارد؟ نعم، بارد بدلاً من أن لأن الأمة تفجر فيها العاطفة الساخنة تلك العاطفة الساخنة الحارة تتطلب عقل بارد ينظم العملية إن استمر مع العاطفة الساخنة سوف يفشر في كل شيء لأن كثير من القضايا فيها وجدان وحماس فقط لكن أنت إن كنت تفكر بعقل بارد سوف تحويل تلك الطاقة المتفجرة إلى برنامج للإصلاح ولكن بتخطيط وبعقلانية وبحسن ميزا القوى وبرؤية نظرية واضحة للدولة وبرؤية نظرية رؤية واضحة لميزا القوى وغيرها وذو كله يتطلب عقل بارد مع الأسف نحن تفجر فينا الربيع الديمقراطي قادته طالعة لكن تلك الطالعة لم تكن في المستوى فجارت بالفعل ديك الطاقة في الأمة ولكن لم تستطيع أنها تذهب إلى النجاة والنجاح في نهاياتنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر